من إنجلترا نتحول إلى إيطاليا حيث تختتم اليوم منافسات الدوري الإيطالي جرافينة يعني أعدى وأوفى قال إن المباريات ستنتهي يعني أول أغسطس وما حدث قال ذلك عندما كان الكل يفكر في كيف ستلعب مباريات الدوري الإيطالي لتزال هناك يعني 12 مباراة يعني لكل الفرق تقريبا مع عدد أكبر ربما من المباريات لعدد أخر من الفرق ولكن الموسم ينتهي اليوم خمس مباريات في الجولة 38 والأخيرة أقيمت أمس وعرف منها كل فريق يشارك في أوروبا أو ينافس على التأهل الأوروبي عرف كيف سينهي الموسم يتبقى صراع وحيد وهو صراع الهبوط يحسم اليوم بين جنوى وليتشي الحديث عن مباريات هذه الجولة 38 ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي رياضي عمر بعج مرحبا عمر مرسائر خير أستاذ عمر قبل أن نتحدث عن موقعة الهبوط بين جنوى وليتش دعنا أولا يعني نتحدث عن مباريات أمس يوفينتوس أنهى الموسم ب 33 نقطة في المركز الأول ومن خلفه بنقطة واحدة فقط انتر ب 82 نقطة يعني رقم لم يتحقق منذ حصد انتر مورينيو 2010 قبل عشرة أعوام نفس الرقم لكنه توج باللقب وقتها أو شركة المتخصة في الإحصائيات قالت إن انتر لم يحصد من قبل أكثر من 79 نقطة إلا وفاز بالدوري ما رأيك بشكل عام في تقييم المنافسة أو في تقييم كل من يوفي وإنتر هذا الموسم؟ بالبداية أتكلم عن الأرقام صراحة هذا الرقم يعني يخادع المشاهد كون اليوفي كان قد حسد الدوري قبل جولتين وكان قد خسر آخر جولتين مع كالياري ومع روما وكانت المباراة عبارة عن تحصير حاصل مع شراك العديد من اللاعبين الشباب ولكن في النهاية الذي ينظر لنقاط الترتيب سيارى أن هناك نقطة واحدة فقط بين الإنتر واليوفينتوس ولكن من ناحية أخرى هذا الإنتر لم نرى منذ سنوات هذا العدد من النقاط مع الإنتر كنت رغم الانتقادات الكبيرة والكثيرة له من قبل بعض الإنترستا ولكنه برأي الشخص يقدم موسم جيد جدا ووضع الإنتر على المسار الصحيح أكيد أنت لا تطلب من المدرب أن يكون لديه حصة سحرية وأن يجب لك الدوري من أول مشاركة له كون كونتي معروف بهذا الشيء ولكن مع بعض التدعيمات لبعض اللاعبين الذي يطلبهم كونتي من الممكن جدا أن نرى المنافسة أقوى في الموسم القادم كنت تحدث عن تلك الانتقادات في المؤتمر الصحفي الذي تبع اللقاء دعنا نستمع إلى مقاله 82 نقطة هو رقم كبير يظهر كم كنا نعمل بشكل جيد تم انتقادنا وهجمنا كثيرا بصورة قبيحة انتقادات للعبين ولشخصيا ولم يعجبني الأمر أيضا لأن النادي لم يحمنا جيدا ولكن ذلك جعلنا أقرب من بعضنا البعض كمجموعة جعلنا أقوى ولذا فاليوم نحن نستمتع بالنتيجة أنا واللعبون كامل الاحترام لكل اللاعبين هذه الاثنتان وثمانون نقطة هي لنا لكل من عمل بجهد يوميا كما قلت من قبل فالفائزون هم أولئك الذين يتركون بصمة في التاريخ أنتونيو كونتي المدير الفني لنادي انتر على الجانب الآخر يعني موريتس يسري المدير الفني لنادي يوفينتوس تحدث بعد أن أنهى الموسم بالخسارة أمام روما تحدث إجمالا عن الموسم دعنا نستمع إلى مقاله أعتقد أنه بعد مباراة لاتسيو أيقلنا جميعا بأننا فزنا بالدوري وهو ما أثر علينا بعض الشيء في الأمطار الأخيرة من الدوري لأن تقدمنا أتاح لنا التباطؤ بعض الشيء وهو أمر لا ينبغي لنا القيام به ولكننا بشر في النهاية أعتقد أن مباراة لاتسيو هي ما جعلتنا نشعر بأننا أنهينا الأمور كان ذلك هو موريسيو سر المدير الفني لنادي يوفينتوس بعدما خسر اليوفي أمام روما على أرضه في الجولة الأخيرة أول فوز لروما في ملعب يوفينتوس الجديد منذ افتتاحه ثلاث هزائم ليوفينتوس في مباريات الأربع الأخيرة خسر أمام روما ثلاثة لواحد كالياري بهدفين للشاي وأودينيزي بهدفين للهدف فاز فقط على سامدوريا بهدفين نظيفين في تلك المباريات قبلها فاز على لاتسيو وبخلاف الفوز على لاتسيو سامدوريا تعادل مع أطلانتا وساسولو وخسر من قبلها أمام ميلا بربعية يعني في آخر ثمان مباريات خسر اليوفي أربع مرات وتعادل مراتين كما ذكرت عمر يعني بتأكيد ذلك بسبب أن اليوفي اطمئن إلى أنه حسم الدوري ولكن ماذا عن لاتسيو الذي ربما لو كانت انتفاضاته مبكرة نوعا ما كان ليتغير الأمر لو كان إنتر لم يهدر نقاطا سهلة كان كذلك ليتغير الأمر لاتسيو كان مدمر على الصعيد البدني مما أثر على المستوى النفسي كمان لدى اللاعبين شاهدنا أن لاتسيو بعد أن ابتعد بالمنافسة نوعا ما تغير أداءه كونه ابتعد عن الضغوطات النفسية التي كانت موجودة على اللاعبين والتي أثرت على الموسم كما ذكرنا سابقا لاتسيو فريق معد من 13 إلى 15 لاعب يلعبون مبارا كل أسبوع وكان هذا الأمر مبني عليه لاتسيو حتى بعد الميركاتو الشتوي لم يقوم بالتعزيز كون الأمور كانت ماشية بشكل جيد معهم ولكن وبسبب ظروف قاهرة هي ظروف الكورونا تغير موسم لاتسيو كليا ولكن في النهاية على الأقل نوعا ما كان الشعلة المضيئة في هذا الموسم بعد أن حقق الحداء الذهبي الذي لم يحققه أي لاعب إيطالي منذ عام 2007 أعتقد فرانشيسكو توتي كذلك حداء الذهبي غابة لسنوات بعد أن كان بين ميسي ورونالدو وسواريز رقم جميل جدا وكذلك هذا الرقم كسر رقم أو وصل لرقم بيبيتة هيقويين 36 هدفكا أعلى هدف في تاريخ الدور الإيطالي كلها أرقام كانت جميلة نوعا ما للاتسيو وبالنهاية لاتسيو حقق هدفه الذي كان قد وضعه قبل بداية نسمه هو التأهل لدور الأبطال مشروطا طبعا في حال لم يفز روما في الدور الأوروبي ولم يفز نابولي في دور الأبطال صحيحية كلها أرقام تحدث عنها سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو بعد المباراة الأخيرة دعنا نستمع لمقالة أعتقد أنه كان موسما مذهلا لفريقي حققنا رقما قياسيا في عدد النقاط وعدد الانتصارات وعدد الانتصارات المتتالية بعد العودة من توقف الكورونا حظينا بعدة مشاكل من حيث تدوير اللاعبين وهو ما عاد علينا بالضرر الكبير في مبارايتنا الأربع الأخيرة افتقدنا فقط لوليتش وليفا ورادو وبالرغم من ذلك فوزنا في ثلاث مباريات من هذه المباريات الأربع خسرنا فقط الليلة في نابولي واعتقد أننا خضنا مباراة كبيرة أمام فريق قوي لعبنا بصورة جيدة في الشوط الأول ولكن ركلة الجزاء التي احتسبت لهم غيرت الأمور قليلا كان ذلك واسيمون ينزاق المدير الفني لنتيوم متحدثا بعد خسارة لاتسيو أمام نابولي في الجولة الأخيرة بثلاثة لواحد يعني الفرق السبعة الأولى في الترتيب ستة منها خاضوا مواجهات ضد بعض البعض يوفينتوس الأول خسر أمام روما الخامس بثلاثة لواحد وبنفس النتيجة فاز نابولي السابع على لاتسيو الرابع انتر الثاني فاز على أطلانتا الثالث بهدفين للا شيء كنا نتحدث عن لاتسيو والخسارة أمام نابولي دعنا نسمع إلى الجانب الآخر جاتوزو جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي نابولي ماذا قال بعد الفوز على لاتسيو؟ كانت مباراة قوية الشوط الأول كان متكافئا وفي الثاني أعتقد أننا قمنا بعمل أكبر منهم بعض الشيء كانت مباراة قاتلنا فيها بقوة يمكن القول إنني استحقيت بطاقة حمراء أعجبتني المباراة كلا الفريقين اللعب بصورة جيدة ستكون اختبارا جيدا لنا قبل مواجهة برشلونة جنارو جاتوزو المدير الفني للنادي نابولي متحدثا عن الفوز على لاتسيو وقبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال وضع مشابه لما يقبل عليه أطلانتا أمام باريس الجرمان في دوري الأبطال كذلك سيتحدث لاحقا جاسبريني عن تلك المباراة سنستمع إلى ما سيقوله ولكن دعني أعود عليك عمر بعاجي يعني نابولي كما ذكرت فاز على لاتسيو في المباراة الأخيرة لاتسيو يعني الفارق بين موسمه قبل الكورونا وبعد الكورونا هو مباراة أطلانتا في الدورين يعني في الدور الأول في أكتوبر الماضي كان لاتسيو متأخرا بين شوطين المباراة بثلاثة لصفر وحتى الدقيقة السبعين تقريبا إلا أنه عاد وسجل ثلاثة أهداف وفازة وتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق أما مباراة الإياب والتي كانت يعني قبل شهر تقريبا تقدم بعد عشر دقائق بهدفين نظيفين إلا أنه خسر في النهاية أطلانتا عاد عليه وفاز بثلاثة أهداف لهدفين ربما هل يستطيع لاتسيو يعني تفادي تلك المشكلات أو تكرار ما حدث في هذا الموسم قبل انطلاق الموسم الجديد بكل تأكيد هو هذه المشاكل كانت خارجة عن إرادة أي شخص كانت ظروف قاهرة وبالتحديد كما ذكرت أستاذ عمر الخسارة من أطلانتا وبهذه الشكل أثر كثيرا على المباريات التي تلت مباراة أطلانتا كونك كنت متقدم في بيرغامو 2-0 بعدها تعادل أطلانتا بعدها سجل هدف الفوض وكان الهدف للأسف من خطأ من ستراكوشا يعني هذا خسارة تنقص من معنويات الفريق وبرأي الشخصي أثرت على الموسم بعد الكورونا كان ممكن لاتسيو أن يقدم أداء أكثر كل هذا مقرون بالنسبة للموسم القادم بميركاتو الذي سوف يقوم به إيجلي تاري في هذا الصيف والذي يبشر في الخير بعد الأسماع التي رأينا أنها ارتبطت بلاتسو مثل ديفيد سيلفا مثل ماراش كومبولا من فيرونا كل هذه الأسماع تبشر في الخير ولكن في النهاية لنرى من سيأتي منهم بشكل رسلي نعم دعنا نستمع إلى تصرحات جاسبريني التي تحدث فيها عن الخسارة في المباراة الأخيرة أمام إنتر والاستعداد لمباراة باريسان جرمان حسنا لا مشكلة خسارة مباراة اليوم قد تكون مساعدة لنا كثيرا في دوري الأبطال انتر خد مباراة عظيمة بمستوى كبير وهو ما نتوقعه عندما سنواجه باريسان جرمان كان ذلك وكاسبريني أو جانبيريو كاسبريني المدير الفاني لنادي أطلنطا متحدثا بعد الخسارة أمام إنتر بهدفين للا شايف الجولة الأخيرة يعني أخيرا يوفينتوس أنهى الموسم أولا وإنتر ثانيا أطلنطا في المركز الثالث لاتسيو في المركز الرابع كما تحدث عمر أو كما قلت لنا توقعاتك قبل ربما شهر من الآن قلت إن ذلك سيكون هو الترتيب النهائي وما حدث بالفعل يتبقى أمر واحد هو جنوى ليتشي من يحبط بينهما جنوى يلعب اليوم أمام فيرونا وليتشي يلعب أمام بارما 36 نقطة لجنوى و35 لليتشي يحتاج كل منهما للفوز ربما يحتاج ليتشي لتعثر أيضا من جنوى سنتحدث عن ذلك الأمر في حلقة الغنم بروح رياضية ولكن عمر يعني أعتذر منك لديق الوقت وأشكرك شكرا جزيلا على كل ما شاركت به معنا